هذا وقد أكد عددهم من أعضاء مجلس الشيوخ أن مصر تحولت من العجز الدائم في احتياجاتها من الطاقة إلى فائد يقدر بنحو 30% من الانتاج الحقيقة أنه كانت مناقشات هامة خاصة بموضوع الكهرباء عموما انتاج الكهرباء وملف التصدير بشكل خاص الحقيقة ضرت المناقشات في إطار كيفية التصدير ايه التكنولوجيات المستخدمة في التصدير هل دي ميزة نفسية جيدة لمصر وممكن توسع فيها مستقبلا ولا دي حاجة مؤقتة هل الانتاج الفترة القادمة هيكفي للتصدير في ضوء زيادة الاستهلاك المحلي هل الصناعات كسيفة الاستهلاك للطاقة هتلاقي الوقود بتاعها وهلا يكون أسعار قويسة في مصر ولا لا دي كلها أسئلة تم سؤالها كمان تطرق الموضوع لشريح الكهرباء على المواطنين ويطرق موضوع هيبقى فيه زيادات في شهر 7 ولا لا وفاتورة الدعم وغيرها من الملفات الخاصة بالملف ده النهاردة كانت جلسة يعني من الجلسات المسمرة ومن الجلسات المجلس بيشكر فيها الحكومة ويستعرض فيها ما حدث من إنجازات لأن في الفترة السابقة في خلال خمس سنين تحولت مصر من معاناة في الكهرباء والطاقة إلى منتجة بل مصدرة للكهرباء والطاقة فالنهاردة كنا من استعرض خطة الوزارة فيما سوف يحدث في الفترة القادمة من هل سيتم تصدير الكهرباء للدول الأخرى أو لا إحنا فعلا نتكلمنا النهاردة في الكهرباء وفائد الكهرباء إحنا فعلا المصر وصلت ل13 ألف ميجا واط فائد كهرباء وأنا قلت في كلمتي إذا كان هناك معوقات أو فيه لسة البنية التحتية بتاعت تصدير الكهرباء ما كملتش ممكن نستغل الفائد ده فيه تشجيع المصانع والمزارع التي تقوم بالتصدير إحنا الهدف إن احنا نصدر الكهرباء نوفر دولار ويورو ومش عارفين دلوقتي فدعم المصانع والمزارع اللي بتصدر هلجيب لنا نفس الهدف اللي هو توفير الدولار واليورو بالإضافة لإنه هناك فعلا شبكة كهرباء اتغيرت تماما عايزين بقى لوزارة الكهرباء تطور من التصدير ومن الانتاج ومن 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 وأنا شايف أهمية دعم المصانع والمزارع أهمية لا تقل عن أهمية تصدير الكهرباء في الوقت الهالي يعني النهاردة كان جلسة العامة المجلس الشيوخ كانت بتدور حول الفائد الكهرباء اللي بيتم تصديره إلى الدول الخارجية بالفعل طبعا يعني وزارة الكهرباء من الوزارات اللي بالفعل استطاعت أن تتحول من العجز الكبير جدا في الكهرباء إلى الفائد وده طبعا إنجاز كبير جدا يحسب للدولة المصرية ويحسب للقيادة السياسية والرؤية الحكيمة اللي استطاعت بالفعل أن تحول الفشل إلى نجاح اشتركوا في القناة